من ضمن أخبار كرة اليد النادي الأهلي كان خد قرار أنه هيشارك في بطولة الأبطال أو بطولة أبطال الدوري في أفريقيا كرة اليد بالرجال وسيدات ودي حاجة جديدة اللي شفناه قبل كده كان دايماً السيدات بتشارك في أبطال الكؤوس ولكن الجديد أن النادي الأهلي وافق بمن اللي صدرته برئاسة كابتن نحمود الخطيب بأنه يشارك رجال وسيدات طيب ده اللي كان العهد اللي خده معانا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد أن دعم السيدات مش هيبقى مرحلي يعني إيه مرحلي؟ يعني اللي حصل مع السيدات في كرة اليد ودخولهم أبطال الكؤوس ودعموهم باتنين محترفات وأدوا أداء جاي جداً في قبل النهائي وحصلوا على المركز الثالث يعني أصدق لكم أنه طبعاً يعني صدامنا بأنجولا محتاج عشان تفوز على فرق أنجولا محتاج الحقيقة استعداد كبير فهيشارك الفرقتين في بطولة أفريقيا لأبطال الدور غداً أرأت بطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري لرجال وسيدات المسؤولين في التحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصوره أريمو حددوا بكرة بإذن الله وقامة أرأت بطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري رقم 44 ولا هتتلاقي في الكونغو برازافيل في الفترة من 27 سبتمبر والحد 7 أكتوبر خلاص دحنا على الأبواب منافسات السيدات هيشارك فيها 8 فرق من بينها الأهلي بطل الدوري المصري طبعاً أما منافسات الرجال فيكونوا 10 فرق منهم الأهلي والزمالك القرع يحضرها المسؤولين عن لجنة مسابقات وعدد من المسؤولين عن الاتحاد الأفريقي لشرح نظام البطولة بالإضافة لممثلين عن الفرق المشاركة واللي هيفوز بالبطولة دي وده الأهم بقى أن مطشاط أو بطولات أفريقيا لكرة اليد سواء رجال أو سيدات بيترتب عليها فوزك بيها حاجة تاني فاللي هيفوز ببطولة الأبطال هيلعب كأس السوبر اللي جاي اللي هيكون في شهر 5 قبل بطولة أبطال الكؤوس تاني كل بطولة أنت بتلعبها أفريقياً بيبقى ليك مقعد في حاجة يعني اللي خد السوبر الافريقي رايح بطولة العالم اللي هو النادي الاه اللي هياخد بطولة الابطال اللي جاية هيروح السوبر الافريقي اللي جاي اللي منه هيروح لبطولة العالم ابطال الكقوس بيحجز مكانه فيه السوبر اللي بعده فإذا انت عندك يعني السوبر ما بقاش مطش أو مطشين زي زمان لا ده بقى أربع فرق بيشاركوا فيه كان بيبقى مطش واحد لا تحدي الافريقي غير النظام السنادي وخليهم أربع فرق بيشاركوا طيب احنا راحين برجال وسيدات والمطشط هتتلعب من 27 سبتمبر زي قولت حداركم لحد 7 اكتوبر في الكون وبرازفيل اكيد وانا مغمض كده هيكون في معسكر لو الدوري تمام ومستر ديفيد ديفيد ما طلبش وكابتر محمد عادل زولا ما طلبش او كابتناس اللبيب رئيس الجهاز ما طلبش ليه معسكرات هيروحوا على طول على البطول ولكن لو احتاج وشاف من المصلحة ان يعمله معسكر هيعمله ولكن انا اتوقع ان فريق الرجال مش هيعمل لانه خلاص عمل في البصنة والهارسة البطولة جمدة جد مهما لعب مش هيلعب زيها وكمان تدخل بقى كده على مطشط الدوري المحترفين اي نعم هتبقى يعني متدرجة القوة ولكن يعني ماشي الحال السيدات ممكن يحتاجوا معسكر خارجي لانهما لسه مش باين معالم الدوري بتاعهم ولا كمان عملوا معسكر خارجي فممكن يكون كابتن الحمد عادل هيأخر المعسكر التدريبي ده لقبل بتوط افريقا الله أعلم ايه يحصل وهيعلنه اكيد قريب عن جدول الاستعداد لهذه البطولة كل التوفيق طبعا للرجال والسيدات في البطولة دي كمشاركة طبعا لسيدات مشاركة بعد سنين طويلة في بطولة الابطال ان شاء الله نشوف فريق السيدات على منصات التتويق خاصة بعد البطولة الكبيرة اللي عملوها على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الألي بالجزيرة اللي وهي أفريقيا لأبطالكووس وحصلهم على المركز الثالث